يا ماريم انتي شايفة ايه وديني كده وليه تمام انا شايفة ان الولد هيتحاسب زي وزي البنت بالزبط لما يعمل حاجة غلط هم مش بيفكروا في الحساب وربنا هم بيفكروا في كلام الناس بس وده مش صح والمفروض ان احنا هنفكر ده عادي بقى عادي للبنت وللولد يعني مش لوه البنت علشان هي بنت وصمعة والولد ليه صمعة برضو بس حاجة ليها عليكم ربنا يعني هي ماريم عايزة تقول انه عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلقنا احنا في الحساب ثواسية الزاني والزانية الصارق والصارق وهكذا فهي عايزة تقول انه احنا لي كبني ادمين بنقصين بنفرق في السواب والعقاب بنفرق في طريقة التربية ورب الكون اللي خلقنا حيحسبنا كلنا زي بعض صح كنونت خلش علي هو كمان بقى الفكرة في التربية ان اللي مخلي ده بيحصل اصلا ان هي الفكرة ان التربية بتبقى متربي ان الولد عادي يعمل اللي هو عايزه هو مفيش حاجه بتعيبه لكن البنت في حاجه هتعيبه فهو ده اللي بيخلي بقى الولد عادي ان انت تغلط بس البنت لقى الغلط هيتحسب عليك واحنا ما بنصححش نفسنا ان احنا نقول لا اسهاري برا وصاحبي وعميلي احنا ما بنقولش كل ده احنا بنتكلم في فكرة ان الغلط غلط على البنت وغلط على الولد يعني هو لو غلط لي تغلط علي انت مش ليهم حق ان هما يعملوا احنا لقى هو انت فيه كلام عليك وفيه كلام علينا بس هي الفكرة بقى كلها تحت بند ان انت مالك شو سمع ولا ليك حاجه بس احنا علينا فهي دي كانت كله ده انت متغزلي لا انا تمام متغزلي يا هدفة عن وجهة نظرك دلوقتي يا جماعة احنا لما تكلمنا وقالنا ان البنت متتأخرش والناس كلها دي بتعمل كمانت على الولد وانا ازيب براحتي وانا حر والكلام ده كل اه انا اتأخر طبيعي زي ما انا اه البنت زي ما قلت ما بتزدش طبيعي ان انا عشان هي هديت ليه انا لو نزلتها مرة الساعة اتنين او تلاتة طبيعيا انا هبقى عارف هي راحة فين والساعة كم ولو حصل اي حاجة انا هبقى واقف لها لو حصل وهبقى معلوم بكل ده انت تعرف ليه باباك ومامتك يا حبيبي فين مش ربنا يعني سبحانه وتعالى خلق لك ام واب خلق لي ام واب وماشي تمام بابا وماما هم اللي عرفوا انت مالك وانا ليه معرفش انا اخوها كبير اخوها كبير ده مش واصح اخوها كبير او صغير انت مش واصح عليها لا بس انا برده لايه فيها ليها راجل ليها راجل ليها راجل مكتوب في شهدت الميلاد اسمه ما باك اسمه ايه حبيبي محمد عدلي اختك اسمها ايه بابا سلمة سلمة محمد عدلي. ما اسمهاش سلمة سامر عدلي. بس اخوها ايه المشكلة? طب ما انا اسمي سامر محمد عدلي واسمها سلمة محمد عدلي طب ما انا طب ايه اخوها. الانجاز في انك ولد. يعني ايه الانجاز في كده يعني اعمل ايه. يعني ايه. انت تبقى تتحكم فيي وانا. عشان لسه برضا على موقف ان انا هفضل في نفس الموضوع. انا اللي هعرف اعمل كل حاجة. دي حبيبي. مين اللي قال ان انت هتعرف تعملكو. انا عايزة تليفونات تانية انا انت بص انت بطلعتيني بركة المدر bibliotees بسي قوي 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 يا سامر عل الوقتة دي حاسية اوكي اوكي مين اللي قال انها متعرفش تعمل كل حاجة مين اللي قال انها مش قدرة انها تعمل اي حاجة في الدنيا سواءً كان اللي انت بتعرف تعمله واللي انت بالعكس انت متعرفش تولد معلش انت تتعرف تولد ايه هتبقى عامل ازاي انت حامل انت طرف تبقى حامل. لا انا هبقى حامل ديه. انت تعرف تبقى حامل. ماتعرفش. هي تعرف. احنا بنكمل بعض. حلو. حلو. تكملوا بعض يعني انتو متساويين. مفيش حد احسن. انت انت هو اليل احنا بنكمل بنكمل بعض. حد لنخضيتك ايه هتقولك هي فين. من باب ان انت اخوها. ايه ما اخوف عليها. بس انت كمان لازم تعمل نفس الشيء. وانت نازل. هتتأخر مع صاحبك هتقول لها انت فين? وبتعمق. طب ماشي على فكرة. هي بتبع عرفة. ول البيت كله ببعرف انا فين? وبعمل ايه? انا بكلم على اختك. طب اختك بتبع عرفة. ويبقى ليه كمان الرأي انها تقولك لا ما تنسهش متفسق عليك. لأ ازاي انا واثك في نفسي انا التربية دي انها هبعرف ان اعمل ايه? انا على فكرة. انها اختك مش بتربية منه. انا لا بأنش واصول فيها. انا ما قلتش انا مش واصلك فيها. خالص أتلني سوري أنا قلتش إن أنا مش واسك فيها أنا هاي لقول حاجة هو الفكرة أصلاً من أول خالص في الأهالي الأهالي هي اللي بتعود ولادها البنت تعمل كذا 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 والولد ما يعملش أي حاجة ويبقى بروحته الفكرة في الأهالي في إيه؟ في الأول وفي الآخر طب وعامتنا هو ده غلط نهي بتعود مش حاجة هو إحنا مقولن لكش تروح مثلاً تصاحب مقولت لكش تروح تلبس حاجات ملفيتها الغلط علينا البنين مبقولكش بس بقولك إنها من حقها كابنت إنها تعيش حياة طبيعية زيها زيك بالضبط تباً بتعيش حياة طبيعية جمعاً ما هو أنت بتقول أهو أنا أخرج واسهر وعم بكل أهالي طب ماشي ما هو أنا بسهر أنا مقولش إنها مش بسهر أنتو بدين لنفسك وحقوق أكثر من أكثر من أكثر داست طبيعي معلش معلش في أي بيت في أي بيت البنت بتبقى متى متميزة عن الولد مئة مرة سواء ميكوب سواء لبس سواء دلع معتها سواء كل حاجة والله العظيم أيت 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 انتو بتتكلموا في أي جماعة المتبقى متى ميكوب اللي حيميزها متميزة في كل حاجة متى يتبقى متميزة في حقيقيتها متميزة في ثقافتها نزل التردد الجديد 11.785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6